الاختبار او جواز المتعة او الجواز المؤقت مشكلة طرحت حديثا وتفجرت مرة اخرى في الاربعة وعشرين ساعة الماضية. انا طبعا كنت كلمت عن مرادة قبل كده اه في فيديو بعنوان ان عمر بنخطاب هو اللي الغى زوج المتعة او ما شبهت ذلك وقلت قلت الاسباب في الفيديو ربما الحقوا بهذا الفيديو ايه في نهاية الفيديو الحاضر. انما طبعا الازهر اه رفض بشكل قاطع وقال ده عبس وده يعني عقد موسق وعقد الهي يعني قال كلام ايه اه كبير جدا ان هذا الامر مرفوض تماما وانه يعتبر عقد فاسد وما شبه هزلك. اللي افتابه لسه هنفكر ولسه هندرس الموضوع ده موضوع حلقتنا النهار السادة المشاهدين اهلا بكم. في الاربع عشرين ساعة الماضية او في التمائية واربعين ساعة الماضية ظهرت على السوشيال ميديا اه محامي احمد مهران تقريبا او يعني احد المحامين عامل اه عقد زواج اه مدته ثلاث سنوات او خمس سنوات. وقال ان جالوا بعد الموضوع منتشر على سوشيال ميديا مئات الناس عايزين يعملوا مثل هزي العقود اللي هو زواج مؤقت بعدة سنوات او بسنة او ما شبه هزلك. وهو هاول يوضح الموضوع ان هو ده كان اصلا اتنين من الجوازين وكانوا هيتطلقوا. فانا رجعتهم تاني لبعض وقلت لهم ان احنا نعمل فترة مؤقتة. اه كاختبار وقال ان ده عقد مرفق لان هو مش موجود في شروط العقل. اه يعني مرفق بال ايه بال بعقد الزواج. يعني عقد الزواج على يد مأزول وبعد كده بيحطوا ايه اه شروط اه من ضمنها مثل هزا الشرط. وقال ان اصلا الشروط موجودة في العقود الزواج من فترة زمنية في القانون الجديد اللي هو يمكن صدر من اه من حسن مبارك كان من عشرة سنوات او اكسر انه فكرة الشروط الزواج اللي هو ما اقول لها وبعض الشروط فالحنا ممكن نزود على شروط كمان اللي ايه التاقيد. طبعا اظهر رفض لان هو طبعا شايف ان ده فرق شهاء مهم جدا بين اهل السنة والشيعة ان الشيعة اه هم بيعملوا جواز متعة الاهل السنة رفضين هذا الكلام. خلاص الموضوع انا قلت في فيديو سابق ان هو كان جواز المتعة موجود اياما الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر احد ذلك من اهل السنة. وكان في حديث في البخاري كنت قلت قدي كده اياما راجل الممرأة التقية فسلاسة واياما فاما يتوفقها ويتفارقها. وان زي عباس قال ان احنا مش عارفين هذا الامر لينا بس ولا للمسلمين عامة. محدش بينكر ان زواج المتعة كان موجود. الاختلاف في النسخ. الشيعة بيقوله النسخ هو عمر ابن خطاب واهل السنة بيقوله ده ده نسخه الرسول عليه الصلاة والسلام. وربما عندهمش دلائر على ذلك قوية او حديث متواتر يرقى الى مستوى القطع يعني ان هو رسول نسخ هذا الامر. وحتى لو رسول نسخ هذا الامر. يبقى اذا كان فيه ظروف توتيح هذا الزواج اللي هو المتعة اللي هو الزواج المؤقت. وربما هل الزروف دي تجددت وهل النسخ ده نسخ ممتد ودائم. يعني سواء نسخه عمر او نسخه الرسول عليه الصلاة والسلام. اه فما ده الاحتياج لهذا الامر. طبعا الموضوع ليه شقين? شق طبعا الناس اللي عادة برة. وهو في هناك اه الفرند او الجر الفرند او البوي فرند واللي هو واحد وايح لهد زمنية معدودة ربما للدراسة سنتين او اربعة او ما شبه هذلك وهو ربما يكون عنده اسرة فيه بلده في العالم العربي سواء في مصر او غيرها من الدول الخليج او غيره. وهو عايز يعف نفسه مش عايز يقع في الزنا وعايز يبقى فيه اه زواج له طبيعة المشروعية وانه هو عارف انه هو ايه اه مش هيكمل في هذا الزواج لانه ربما القيمة الثقافية مختلفة هذه المرأة التي احبها في الغرب اه او الديانة امور كثيرة جدا ربما لا يتقبلها المجتمع اللي هو ايه اللي هو اصلا منه فهو في نفس الوقت عايز يميارس حياة بايولوجيا طبعا ايه هنتكلم بصراحة شوية في هذا الامر عشان يكونوا صراحاء طبعا المعدلات العنوسة في مصر اه معدلات مرتفعة جدا بيتكلموا عن تلاتاشر ونص مليون اه رجل وامرأة يعني اه تعدوا سن الزواج ولا يتزوجوا بيتكلموا عن حداشر ونص امرأة هذا الكلام اه من الاحصاء بتاعة مصر ونشوف عمر قديب قال اه ايه عن الموضوع ده من ثلاث سنوات في سبعتاشر كان تقريب سنة سبعتاشر او في الفين وتفنتاشر اه نشوف مقطع صغير بيتكلم انها مشكلة كبيرة جدا واطباء بيقولوا انها هو عمر قديب قال انها مشكلة امن قومي وهو فعلا مشكلة امن قومي وبيتكلم ان هو بتعمل مشاكل نفسية واكتئاب وامور كثيرة جدا اه في الحياة طبعا زي ما قلنا عشان يكونوا صراحاء وواضحين اه الاحتياج البيولوجي هو احتياج اساسي يعني ده يقول لك الاكل والجنس دي من احتياجات الاولية وساعات حتى اختلفوا هل الامن احتياج اولي ولا مش اولي يعني فيه خلافات بين العلماء النفس ولكن في النهاية واحتياج مهم واساسي اللي هو الاحتياج للجنس او الاحتياج البيولوجي بالنسبة للرجل او المرأة اه عندما لا يلب هذا الاحتياج بشكل طبيعي اه بيحدث مشاكل نفسية كبيرة جدا وبيخلي انسان ربما يكون غير سعيد ولا يشعر بالبهجة وربما تكون حياته بائسة ويبدأ يعني يقصر في اداء اه اعماله بشكل عام طبعا عندنا نسبة طلاق مرتفعة اه مركز التحبير احصاء ايضا في مصر بتكلم في الفين وتمنتاشر يمكن عام متين سبعة وتلاتين الف حالة اه طلاق تقاريب بتتكلم انه معظمهم من الشباب اه الصغيرين حديثي الزواج انا بقى له سنة بقى له سنتين جواز او تلاتين سنين جواز فا اه احنا بنتكلم كمان عن حالات طلاق ده غير الحالة طبعا عن الترمل ده غير حالات اللي هم المغتربات يعني قصدي مغتربين يعني نتكلم عن عشرة مليون مثلا على سبيل مصر عشرة مليون مصري اه خارج البلاد اما في دول الاوروبية او في دول العربية لكسب العيش ومعظم هؤلاء الناس اه عندهم زوجات في مصر ففي احتياج مزدوج زوته اللي في مصر عنده احتياج بيولوجي ربما لا يتم تلبيته ويقعده ساعة سنة او سنتين وفي نفس الوقت هذا المغترب اللي في دولة خليجية او في دولة اووروبية ايضا عنده احتياج بيولوجي اه لا يستطيع تلبيته ويرجع بقى كل سنتين يعود باسبوع شهر شهرين وبقدم يعود مرة اخرى لفترة الاغتراب بنفس الطريق يعني الاعداد الناس اللي حوالينا على هذه المستويات التلاتة سواء جوزها مغترب او 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 مطلقة او عوانس اه في الدوائر الاصدقاء والجيران والعائلة اعداد مهولة وكثيرة للغاية فعلا يعني اعتقد ان هذا الرقم طبيعي احتراش ونص مليون ونتكلم طبعا عن اه متين و سبعة و تلتين الف حالة طلاق كل سنة يعني خلي بالكو دا فيه طراكم يعني واعديد بقى السنة اللى فاته اللى قبليها والى قبليها والى قبليها ممكن تجد مسلا ايه اه ترة اربعة مليون حالات طلاق يعني مطلقات الحوزاكان السنة واحدة ربع مليون يعني السنة الواحدة ربع مليون مطلقة احسب بقى على مدار عشر سنات بو كام كم منهم اتجوز تاني وكان منهم مكملش واي ايضا يعني ربما تكونوا مطلقة في العالم العربية بشكل عام غير مرغوبة ودايما بيحملوا مرأة السبب في هذا الطلاق وان مش مش الرجل انها لا تستطيع تلبيت احتياجاته او انها يعني لا تؤدي واجباتها منزلية بشكل او كذا او سلوكها كل هذه الامور دايما الاسف الشديد المجتمع العربي يحملها للمرأة دون الرجل انه رجل مطلق ممكن يجي يجوز عادي جدا لأسر تقبله انما لما ابنهم يروح يجوز واحدة مطلقة بيبقى امر ايه مرفوض طب ايه الحل طب وهو مشكلة الازهر رفض طب هل حل مشكلة هل حل مشكلة ال 11 نص من العنس هل فكر في احياء المساجد وانها تقوم بدور الخطبة بتاع الزمان وانها تعمل تسويق للفتيات لان الاسف الشديد عندنا حرج في العالم العربي ان المرأة تطلب احد للزواج فربما تكون تحب شخص من جرانها او من عائلة انما لا تستطيع حقيقها يمنعها او تخاليد المجتمع تمنعها انها تطلبه او انها تعبر له عن مشاعرها انه هو ممكن يرفضها وفي هذا الوقت تجد حرج شديد جدا من غير الرجل يعني الرجل ممكن يتقدم بفتاة وهي ترفضه لاي اسباب اخرى ولا يشعر بامتعاد كبير يعني مباما يعني لو كان الحب يعني مؤلع في الدرة زي ما يقول وممكن يشعر ببعض الالم في فترة زمنية يعني لا يتجاوزها انما المرأة اذا طلبت شخص مقرب او كذا ورفضها اه بيصبح الالم كبير فالمواضيع شديد التعقيد والاسف الشديد الازهر اللي حرم او منع لم يستطع ان يحل مشاكل هؤلاء الناس وكنت كنت راحت في فيديوهات قبل كده كتير جدا ازل ان المسجد يقوم بدور اجتماعي ويجمع الفتيان والفتيات ويعمل جلسات اه نقاشية بحيس يتعرفوا على بعض الناس اللي هم اه في سن الزواج او تخرجوا من الجامعة او يعني اه حتى تخرجوا من التعليم سواء المتوسط او الجامعي وان هم يبعى حلقات نقاشية بحيس يرفعوا الحرج والناس تتكلم مع بعضيها وتطرح مع امور اجتماعية وامور ثقافية وامور فكرية ويبدأوا يحصل عملية تقار ويبدأ يكون المسجد يقوم بهذا الدور الاجتماعي اللي كان بتقوم بالخطبة زمان في مجتمع المدينة طبعا القرية الناس عارفة بعضيها ولزلك معدلات دايما معدلات العنوسة في القرى اقل لان ما زال دور الخطبة موجود والعالية عارفة بعضيها وعارفين مين اللي هي بنت ومين اللي خلاص التعليم ومين اللي متجوزتش وقدر امكان التسويق بيكون قائم بين العائلات بهذه الطريقة انها في المدن وزاة الاسر النموية كما يتلقون عليها انه هو شخص منزوع من جزوره العائلية في القرية او في المدينة القديمة وبيروح للقاهرة في المدن الجديدة او غ بيكون محد الشعرافه والناس بتعرفش بعضيها وتظهر مشاكل كثيرة جدا في هذا الامر عشان نكونوا صلحاء واضحين بيكلموا عن ان اللي هم المشاهد الاباحية او الفرجة على مشاهدات الافلام الاباحية معدلاتها في العالم العرب المرتفع للغاية يعني بيكلموا بين الزكور ربما تتخطى الخمسة وتسعين في المئة المراحقين يعني شاب المراحق والفتيات بيكلموا عن ستين وسبعين في المئة وهذه معدلات كبيرة جدا فبيحدثوا الطلاق اه نسبة كبيرة منه اعتقد يعني نسبة كبيرة منه جدا بيكون عدم توافق جنسي لان هم اول حاجة واخدين معلومات خاطئة عن طريق السوشال ميديا اه والنقطة التانية بيجي على الواقع بيلاقي ان المؤروب مختلفة ايضا ربما تربية المرأة في الشرق تربية محافظة الى ابعد الحدود فغالبا ما اه لا توافق على مبارسات ربما تراها غير منطقية وغير طبيعية النقطة التانية عندنا نوع 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 التحرك ما فيه عندنا ثقافة الجنس ان احنا اه قبل الزواج يذهبوا الى دكتورة او متخصصة او اه يكون هناك فيه ورش عمل او ورش تدريبية المكونين على الزواج لتعلمهم امور الحياة الخاصة وتفاصيلها وايضا يكون هناك كشفه طبي وخلافه بحيس ان هو اه معدلات التوافق الجنسي تكون اعلى طبعا الغرب حل مشكلته ان هو التوافق الجنسي بيجربه عملي ان هو بيروح بقى يعمل اه صديقه او صديق وربما يعيش مع بعض يعني كده اللي هو جواز الاختبار بيختبروا بعض ان هتوافقوا مع بعض اه نفسيا واجتماعيا وجنسيا وقلب لكم الجنسي بيكون في المرتبة الاولى في التوافق الجنسي بيحل المشاكل اللي حقا يعني لو هي مش منظمة هي مسلا بتطبخش كويس البنت لو في توفق جنسي بين الرجل والمرأة الرجل في الاغلب الاعمى طبعا ما بتكلمش عن تقديرات لان الموضوع ده عايز قياس رأي عام وعايز موضوع معقد ولكن انا بتكلم عن الانتباعات وخبرة واحدة في الحياة وخبرته مع الاصدقاء والناس والقراءة ايضا اه بتتكلم ان هو اه اه لو في توفق جنسي تام ما بين الرجل والمرأة الرجل بيتغاضى عن بعض سلبيات المرأة اذا كانت مقصرة في اعمال المنزل ربما يساعدها كمان او مقصرة بعض الامور الاخرى اه 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 في نظافة البيت وما شابه ذلك يتجاوز عن هذه الامور مدام هناك اه اه درجة من درجات الحميمية والحب والتوفق جنسي نفس الوضع المرأة اذا كانت اه 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 يحدث لها يعني ارضاء لغباتها الجسدية ايضا ربما تتجاوز عن بعض مشاكل الرجل او وضع الاقتصاد السيء او امور الحياة الصعبة حبما ايه تتجاوز عن مثل هذه الامور ميدام ان هو فيه رضاء في الناحية الجنسية لما الناحية الجنسية بتختل ويكون هناك عدم توافق سواء من الرجل او من المرأة بتبدأ بقى يتكلموا عن عيوب لا ده بخيل لا ده مش عارف وضع المادي كزا انا كنت عايشة بتولدي احسن من كده يعني ونفس الرجل الرجل بتعملش اكل كويس مما تنظرش البيت يعني يبدأ يقول مشاكل تانية غير مشكلة حققية لان احنا برضو ما زلنا في درجة من درجة الحرج ان هو يروح يقول لابوها دي مسلا ما متشبعينيش جنسية ما بتلبيش رغباتي او ان هي نفس الكلام تقول ان زوجي مسلا قدرته متسية ضعيفة ان هو لا يعطيني كامل حقوقي اه في هذا الامر الامور فيها درجة من درجة الحرج النقطة التانية العنوسة بتعمل ايه واحد مسلا واحدة ست يعني اتجوز بعد وسط الاربعين سنة يعني في خلال هذه الفترة من من وهي مراهقة اتنشر سنة بتمارس العدد السرية وايضا للرجل اللي هو اتجوز الاربعين او تسعة وتلاتين مهدارة الزو سنة عالي اه من اتنشر سنة او من خمساشر سنة مراهق يمارس العدد السرية اتجوز الاربعين سنة فلما يتجوز الاربعين سنة بيكون تعود على مارسة العدد السرية فيجي مارس المارسة الطبيعية لاسف الشديد بيكون غير قادر وكثير من الزوجات لما بيبوحوا بتقول ان الزوج يمازال حتى الان يمارس العدد السرية ولا يمارس العلاقة الطبيعية بشكل كفء يعني اموم الهذا القبيل. امور شديد التعقيد ومشاكل كبيرة جدا. زي ما قلنا الغربة حل مشكلته الموضوع اه اللي هو بيجربه بعض الاول فترة من الزمن سواء سيارة او طويلة اذا حصل توافق بيكمله وممكن يجيبه ايال وكان. طب يعني المجتمعات العربية. المجتمعات العربية في ازمة برجل. ولا الازهر يعني في حيل المشكلة الحقيقية في توفيق الامور والزواج. وطبعا ايضا اعباء الاقتصادية اه احد الازماء المهمة فيه يعني يعني تأجيل الزواج. ليه? طبعا اه اه على المرأة والراجل. يعني المرأة ايضا بتتحمل تكاليف في مصر اه في الطبقة المتوسطة احنا بنتكلم مسلا عن متين الف جنيه في المتوسط للأسرة المتوسطة. وتحت المتوسطة. اه في الريف لازم تجيب المرأة الغسالة والتلاجة ممكن غسالتين والتلاجتين وشاشتين وكل اجهزة الكربائية والادوات المنزلية وغيره. وبيقردوا بقى فلانة بعلانة والمقارنات. ولزلك تجد معظم الغارمات في السجون المصرية لكل سنة الدولة بتحاول تخرج منهم مجموعة كلهم اه عليهم قروض من اه شركات الادوات المنزلية ان هما اشتريت حيزة تسط بنتها المستوح المصر اللي بيتقال فبيتجيب الحاجات دي بالتقسيط وربما تتعصر لاحقا في تسديد هزي الاقصات عشان تسطر البنت زي ما بيقول. تفاجأ مش عارفة تسدد الاقصات الشيكات تروح المحكمة نفاجأ ان احنا قدام قضية اه غارمة اه في السجلية عشان تجوز البنت. نفس النظام الرجل عليه اعباء اعداد منزل الزوجية او الشقة وطبعا اه اه اسعار الشخق ارتفعت ارتفاعا مهولا وايضا حتى لو حياجر ايجار مؤقت وبدأ هذا الامر ينتشر مع اه ارتفاع تكريف المعيشة. بيصبح عبق كبير على ميزانية الاسرة وبيصبح اه اه اداة التعصر لاحقا في اتنى معاملة الزوج. هل هما حولوا بقى يبسطوا امور الزوج? هل حولوا يحلوا مشاكل؟ طب ازاي يتعمل الجواز تحت العاية الاسرة? اه بقى اقل التكاليف او حتى لو هما اه طالبات في الجامعة يعني انا فاكل كان المغرب طرح هذا الموضوع في الاعلام مرة وكان بدأ ايو قولك الاسرة الطبقة المتوسطة بدأ البيت تعمل علاقة خارج قطار الزواج. اه الجواز العرفي والجواز السري وكل هذي الأموم من الجوازات اللي هي السيئة والسلبية والتي لا تحفظ حقوق المرأة فقال لك ان هما يتجوزوا عالني او شرعي او رسمي او عقد موثق وان هو يستمر البيت ابوه هي تستمر البيت اهلها ربما هو يروح عندهم يوم او هي او العكس اه اثناء فترة الجامعة ويتفوق ان هما ما يجيوش اولاد اه في خلال فترة الجامعة وبعد كده يعني يكملوا الزواج هو جواز موثق يحفظ الانساب لو حدث حمل لو حدث اه ابناء يعني المهم لازم قوتوا تنقش في الاعلام وفي المجتمع وحلاقات نقاشية عشان نصد للحلول ان هما الناس تتجوز اه في صناعة طبيعية او تمارس احتياجاتها بشكل طبيعي النقطة التانية نعالجوا مشكلة الثقافة الجنسية وان زي احصل توافق وان في احتياجات للمرأة وفي احتياجات للرجل ولا يبدو ان هما ياخدوا اه كورسات مكسفة اه في هزا الامر قبل الزواج اه او المقدمين على الزواج هذه المشكلة المؤقدة ايه بقى علاقة الجواز الاختبار او جواز المتحة زي ما قلت احد الامور المهمة في هذا الامر بخلاف بقى البيت والاعمال المنزلية وكذا بيكون التوافق الجنسي طيب التوافق الجنسي ايه علاقة جواز المتحة او جواز المؤقت اه وهل ده انا شايف انه يكون جائزا في العالم العربي اعتقد انه بتعملوا اه الدول الشعية ايران اه منطقه ومعقول هم بيكوزوا بيكلموا ان هذا الامر يكون للسيب وليس للبكر ويكون طبعا بمدد معقولة يعني بان حيث ان هما ايه هذه المراكة تلاها تجربة سابقة في الزواج وربما هذا الرجل كان لها علاقات سابقة على هذا الامر فان هما اه عندهم خبرة جنسية ما فهم اه بيحاولوا اه يتجوزوا جواز مؤقت عشان يشوفوا في البداية في توافق جنسي ولا لا لان زي ما قلنا ممكن المراكة تكون اه رغبتها اقل تكون اه لديها درجة من درجات البرود او هو رجل ممكن يكون عنده ضعف جنسي او ما يسمى الاكسال في الفقه يعني او الارتخاء النقطة التانية حتى لهما عندها رغبات مكتملة وهو عنده رغبات مكتملة بس بيعرفش يبينه هزا التوافق او يعني حالة التوافق الجنسي الكامل فبيبدأ هو يفقد رغبته وهي ربما تفقد رغبته في هذا الامر هي غير قادرة على البروح وهو غير قادر على البروح وهل الامور اللي هي ازا كان عنده هو مشكلة وهي عندها مشكلة قابلة لعلاج ولا مش قابلة لعلاج يبدأوا يروحوا لدكاترة المتخصصين دكاترة اسرة ودكاترة الجنس برضو الامر ده الاسف الشهيد اه بمثل درجة كبيرة جدا من حرج في العالم العربي اه يتحرج الرجل اللي هو يروح لدكتور او دكتورة متخصصة في في الجنس او نفس النظام المرأة وكثير من الاسر في مصر عايشين بلا توافق ولكن بيربوا العلم وخلاص وكانها شركة لتربية الاولاد ولكن في النهاية بيكون هو غير سعيد وهي غير سعيدة لان دي احتياجات بيولوجية اساسية فالامور محتاجة تتناقش اول حاجة هيسير الزواج والمشكلة كمان في الزواج الموثق ايه ان هو بيلتزم بالاعباء الكاملة يعني زي ما قلنا البنت بتتكلف مبلغ ضخم جدا وبذلك حتى بيكون عيبة على الاسرة انها تطلق يعني هو مش حسر في هذا المبلغ اه مرة اخرى ايضا الرجل بيكون تحمل اعباء اه كثيرة جدا عشان يصل الى هذه المرحلة من الاززواج اللي هو الشقة والاساس وكل هزي الامور وتجهيز الشقة وتشطبها وما شابه ذلك بيكون برضو قعد جزء كبير من عمره او او فقط كل اللي بقى يملك من المدخرات في سبيل هذا الزواج فبيصبح وكمان عليه عبء كمان اللي هو محطوط رقم مبالغ فيه ربما في في اسمت الجواز اللي هو مؤخر الصداء وايضا عندنا العرفة في مصر في حاجة اسمها من قوالات الزوجية ودي دخلت ناس السجن كتير ان هو بيمضي على ما يسمى القيمة ان هذا الاساس ربما من حق الزوجة لانها هي اللي اشتريته او هو او هي سهمت في شراؤه فبيكتب كل من قولات المنزل وكثيرا ما ان هذه المرأة تاخد هذا الاساس وتعمل حاجة اسمها قضية تبديد ضد الزوج وكتير احيانا بتسجنه مدد ما بين ستة شهور وسنة او يحل الامر مع اهل الزوجة فكمان قضايا محكمة الاسرة عايزين وزارة العادلة تقول لنا محكمة الاسرة فها كام قضية فالازهر بيحرم او بيهنع هذا الامر ولا ينظر الى كل هذه التبعات الكبيرة داخل المجتمع المصري ولا يفكر في حلها ولا ما اسمع على المدى المتوسط يعني حد بيكلم عن الزوج محاولة تيسيره ومحاولة تخفيفه لان هو الشيخ نفسه اللي بيكلم اه حيكون غير منطقي لان الناس عرفاه وعارفة هو جوز بنته ازاي او جوز ابنه ازاي او ان هو اه تعنت مع زوج بنته ازاي في مطالب البنت او حتى القيمة او كل هزي الامور فيعني حتى الشيوخ اللي هيتكلمه او حنصحه الناس همانا سموا متورطين للازام في مثل هزي الامور الاجتماعية اللي محدش عارف اه اه يحل لها فزي ما قلت ممكن اه يعني اول حاجة يعني عشان نعالج الامور يبقى فيه اه دورات تدريبية في اه محاولة تيسير امور الزواج تبسيطها وايضا ربما يقنن زواج الاختبار بمدة زمنيا لان فكرة عدم التوافق دي منتشرة جدا زي ما قلنا بسبب يعني سن الزواج المتأخر وزي ما قلنا مشاهدة الافلام الاباحية وغيره وبيتبقى المرأة غير راغبة في مثل هذه المراسات اللي هو شايف عن نت وكذلك ربما لو هي بتشاهد اه يعتبر جوزها غير ملبل لرغباتها اه الكاملة هو مش المجتمع الغربي عنده مشكلة دي سهلة مشكلة العقاط اه امورها سهلة بتشتري استوديو في الاول وانت بداية حياتك بعد كده ربما اه جبت اولاد بتكبر هذه الشقة وتدي الشقة الصغيرة للستوديو وتاخد شقة اكبر شوية وكذا فناصدي برضو حل امور العقارات وارتفاة مع السكن وربما تغيير ثقافة المجتمع على فكرة المكان الصغير مش مش شقة العمر اللي هو ما بيكرموا عنها بتاعت زمان اللي هي ربما تكون كل مدخرات الشاب فحتى الشاب اللي عنده هزا المبلغ ممكن يستسمى في استوديو صغير وبقية الاموال حبما يوظفها فيه التجارة او البيزنس او ما شابها زيك بحس ندر عليه ربح وتحقق له حياة افضل لغاية ما يحس ان هو خاص مكمل وجوه اولاد يبدأوا ينتقلوا لاشاعة اكبر يعني امور كثيرة جدا محتاجة النقاش ومحتاجة الاعلام محتاجة التعليم يدخل في المجال على سوى المستوى الجميع او مستوى المرحلة السنوية كل هزي الامور عايزة تتناقش انها ما تساويش المجتمع بينهار بهذا الشكل وفنتو تحرموا بس كده يعني قصدي الامر احتاج محتاج كثير من النقاش شكرا جزيلا ونكمل في حلقات لاحقا اشتركوا في القناة